السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا فيكم بقناتكم. احلى مواقف الشترنج معكم اياد ردوان. راح نشوف بهذا الفيديو هي المباراة الجميلة جدا فيها يعني ضربة تكتيكية رائعة من اللاعب العظيم كابا بلانكا. طبعا كلا يتم نعرف كابا بلانكا بطل العالم لسبع السنوات او اكتر من عام 1921 لعام 1927 ومعروف باسلوبه المميز باللعب تبسيط الموقف واخد الدور على نهاية الجيم بالنهاية اللي الى اليد العليا دائما فخلينا نشوف شو اللي صار هالمباراة لعبة عام 1935 بين استاذ انجليزي بالابيض اسمه ادوارد سيرجينت وبالاسود راول كابا بلانكا. بالمناسبة انا عملت فيديو عن اعظم اللاعبين بالعالم افضل عشرة لاعبين وبالاضافة الى اللاعبين المميزين التانيين. فاذا بتحب تشوف اه كابا بلانكا بايه ترتيب حسب رأيي. ففيك تشوف الفيديو رابطه هو اول رابط بالوصف ورح يطلع لك ورح يطلع لك بشاشة النهاي. فاذا هون اللاعب الابيض اختار اي فور فرد عليه كابا بلانكا اي سيكس الدفاع الفرنسي هو الدفاع نادرا ما يلجأ له كابا بلانكا لانه يعني بيعطي اوضاع ما بحبه كابا بلانكا من الاوضاع اللي بتكون يعني اه فيه التعقيدات تكتيكية كتير بعكس المواقف البسيطة اللي بيحبها. ف دي فور دي فايف نايت سي ثري وبشوب بي فور طبعا التكتيك معروف هون تقريبا النقلة الوحيدة اللي تلعب بهذا الموقف هي ال اي فايف ولكن هون على ما يبدو اللاعب الابيض اه غير وضعه وقرر يلعب تفريع التكسير. فالعب اي تيكس دي فايف. بتفريع التكسير بالدفاع الفرنسي بنعرف انه اللاعب الابيض عم ملعب اوضاع يعني مملة اوضاع التعادل ميت. اه ما في هذا التفريع ما في اي افكار للربح ما في اي مغامرات ما في اي شي يعني من امل التفريعات اللي ممكن تشوفها على الرقعة. فالان اي تيكس دي بشوب دي سري. نايت اي سيفن. نايت اف ثري. نايت جي فور. تبييت. نايت سي سيكس. نايت اي تو. طبعا هون نقطة مهمة جدا. اي لاعب هون بفكر انه ياخد هاد الاحصان وبالتالي يجبر لعب الابيض على تخريب بياضق درع الملك. ولكن كباب لانكا بيختار النقلة الافضل. وهي البشوب دي سيكس نقلة. يعني بتساعد الهجوم على جناح الملك. الان سي سيكس. بشوب دي سيفن. نايت جي ثري. واتش فايف. روك اي وان. تبييت طويل. طبعا الاتش فايف والتبييت الطويل هي اشارة من كباب لانكا انه بده يبلش هجوم على جناح الملك. وبالتالي الدور راح يكون اه تكتيكي عالي. اتش ثري لطرد الفيل. اتش فور ولا يعني طرد الحصان. طبعا هون ازا صار تكسيرات راح ينفتح العامود اتش وهذا الشي راح يكون اه خطير جدا على الملك الابيض. فبالطر يرجع الحصان وبرجع الفيل. بشوب اي تو. نايت جي سيكس. نايت جي فايف. وهون بيبلش لعب الابيض باستراتيجية هي تكسير كل شيء. طبعا لاحظ الخطر الان يعني في لين. والوزير والقلعة وخصوصا البيضق. الموجود على الاتش فور ممكن يكون في عنا خطر حقيقي على الملك. فلذلك قرر يبلش سياسة تكسير كل شيء. طبعا هون اجباري تكسير الفيل. فبيكسر الفيل. وبعدين كباب لانكا بعرض تكسير القلعة. فبيكون سعيد جدا اللاعب الابيض بتكسير القلعة. بيسكر العامود اي نايت على ال اف فور. الان ايضا بعرض تكسير الوزراء. ايضا بصير في عنا تكسير وزراء. طبعا اللاعب الابيض عم بيكسر لانه خايف من هجوم كباب لانكا. وكباب لانكا عم بيكسر لانه بدا يروح على النهاي. ايضا بيكسر هون الفيل بالاحصان. فتقريبا منوصل على النهاي ومع افضلية بسيطة للاعب الاسود. شو سبب الافضلية اولا انتشار قطعه افضل لاحظ القلعة الان على الصف الثاني مع وجود ضغط. ولاحظ في عنا نهاية فيل وحصان وهي بشكل عام افضل من احصانين. وايضا في عنا البيدق اتش فور يعني لا تنسى وضعه ممتاز جدا. فرح يحمي البيدق بالنقلة الان. جي فايف. نايت على الاي وان. نايت اي فايف. نايت دي سري. والنايت على السي فور. والان بي سري. طبعا ممكن تسأل انه ليش ما كسر الفيل هون. يعني بتابع سياسة التكسير. بتخلص من فيه الاحصان وبيضاعف بيادق اللاعب الاسود. الحقيقة ما رح يضاعفهم رح يقويهم. لانه هون رح يكون في عنا افضلية كبيرة للاعب الاسود بهاي النهاي. لانه في عنا ضغط كتير على جنوده. بالاضافة انه الاحصان متل ما انك شايف ممنوع يطلع والقلعة يعني وضعه ايضا سيء. فهون ضغط على هاد الجندي. ازا حركته رح يجي الحصان على الدي. ووجهته التاني هي الاي فور. فهون رح ياخد هاد البيدق او هاد البيدق محمي بالقلعة. فاذا يعني رح يكون في عنا افضلية ونشاط كبير للاعب الاسود. فلذلك هون يعني اللاعب الابيض ما كسر الفيل وقرر انه يطرود الحصان. الحصان برجع على الدي سيكس. والان بيقرر انه يكسر هاي القلعة القوية. فايضا بيكون سعيد بالتكسير رغم انه قلعته افضل. فوصلنا على نهاية بيادق في الوحصان ضد حصانين. طبعا افضلية بسيطة على اللاعب الاسود. اللاعب الاسود ببلش تنشيط ماليكو. اف سري. بي سيكس. وايضا اللاعب الابيض ببلش تنشيط ماليكو. فبيهدد البيدق برجع بحميه النايت. سي فايف بلعب بالجهتين الان عم يلعب بجناح الوزير. فعطينا الاحصان. الاحصان برجع على السي سيفن. وبيبلش تنشيط الملك. ولكن الملك عم يبعد شوي عن البيدق الخطير برجع بذكر. هذا بيدق خطير جدا. رح نشوف يعني شو رح يعمل باخر الجيم. نايت اي سيكس. كينغ دي ثري. كينغ سي سيكس. والان النايت على الدي ثري. عم يحاول اطور احصنته. ولكن هاد الاحصان يعني فقد مراقبته على خانة مهمة جدا. وهي الخانة اف سيفن. الان بيشوب على السي سيفن نقلة مهمة جدا جدا جدا. هلأ رح نشوف ليش. وهون تقريبا في افضلية بسيطة للاعب الاسود او ربما تكون جيدة. ولكن بالتأكيد معنى حاسمة. ولكن الان النقلة نايت على الدي تو. النقلة بلندر ونهت الدور. والان اللاعب الاسود. سيلعب نقلة قوية جدا. وقف الفيديو وحاولت لا ايا. النقلة هون عزيزي المشاهد هي النايت اف فور كيش. نقلة قوية جدا. ومن هون منشوف ليش النقلة الفيل السابقة مهمة. لانه يعني فرغت هاي الخانة للحصان. طبعا لاحظ الملك الان ما فيه تراجع. فبدو يبتعد اكتر واكتر على اخر الرقعة. والان النقلة القوية. وبعدها بستسلم اللاعب الابيض. اكيد حضرتك شفتها وهي النايت تيكس جيتو. وهون استسلم اللاعب الابيض. لانه هاد البيداء صار وزير. لا يمكن ايقافه. طبعا هون انت بدك تاكل الحصان اكيد. فيعني النقلة اتش ثري يعني اعطينا الحصان ولا يمكن ايقافه. لاحظ لو الحصان متل ما انه بستطيع انه يروح على ال اف سيفن كان ممكن يعني يعمل شيء. ولكن الحصان يعني صار بعيد شوي. وهون ايضا ما فيه كان حتى اذا جيت لهون رح ياكل دائما لما بكون البيداء عنده خيارين تقدم او الاخذ يعني بصير يعني بيداء متوحش. فهذا هو كان القيم لليوم ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. نلتقي مجددا باذن الله. والسلام عليكم.